اشتركوا في القناة طبعا وهي المنزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسرق والختمان وإغفاء الأمور طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.48 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الثور فالآن صفات برج الثور هي اللي بتأثر علينا أكثر عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة تلفاز مثلا بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثر علينا خلال هذا اليوم طبعا في زوايا البطيئة هي مستمرة يعني لعدة أيام فمنذكرها كل يوم فأول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي مستمرة لغاية يوم 11-1 يعني لنهاية اليوم وبعدين بتنتهي هاي الزاوية يعني بتخلي في وجود لنظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 13-1 ثم نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسرقوط الطائرات أو الطائرات أو إلها علاقة بالطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على ضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة بين عطارد وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 18 واحد هاي بتسبب أنه هيك بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما أنه بخلينا هيك نوع من أنواع العصبية ومنرتكب بعض الأخطاء والتهور هاي فترة لا تصلح أساساً أو منعتبرها فترة غير مناسبة للشركات الجديدة وما نعتمد على الحدث فيها بشكل كبير ولا على الحضود بالنسبة لدولياً بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في البلد أو بلد ما وغالباً ما بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وبتشهد هاي الفترة احتجاجات مظاهرات للحركات المقابية احتمال وقوع أمور العلاقة بالتفجيرات أو الزلازل وحوادث على الطرقات بشكل مفاجئ ومرعب كما بتشهد هاي الفترة نوع من أنواع قمع للحريات خصوصاً حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقالات بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها يعني اليوم يعني بكون ذروتها وتأثيراتها المباشرة أول زاوية هي زاوية بطيئة برضو كنا نذكرها في الأيام الماضية هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون طبعاً هي مستمرة لغاية يوم عشرين واحد ولكن اليوم ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث في هذا المجال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها ساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحاً يعني تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر تقريباً بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي أقريباً تتشكل الساعة 12 و 21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة 4 و 52 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقي لبتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعاً هذه الزاوية بمأنها في ساعات المساء بتأثيراتها من ساعات الظهر تقريباً لساعات منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية البطيئة الأخيرة اللي اليوم برضو راح يكون دروتها هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين نبتون وهي دروتها راح تكون اليوم ساعة 9 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وطبعاً راح يوم مستمرة لغاية 15 واحد بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسموم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً بأنهم بيخدعونا أو بيكذبوا علينا بنحذر طبعاً بهاي الزاوية لغاية 15 واحد اللي هم الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ أو أنهم يأخذوا العلاج أكثر من مرة وهم نسين بالدل برضو هاي الزاوية دولياً على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض حوادث الطبيعة كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو الناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع صناعة والصحة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية بما أن القمر موجود في برج الثور عندنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغدة الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم يعني أصبحت هذا الأعضاء أكثر حساسية عشان هيك لازم نفرلها العناية الإضافية في هذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية ولكن دون الأعضاء اللي إحنا ذكرناها قبل قليل هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي بالصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب برضو بشكل جيد جدا للجميع أو لجميع الأبراج بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 12-1 رح يبدأ في تمام الساعة 7.38 دقيقة مساء من مساء يوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش وبيستمر طبعا خلو المسار لصباح يوم الخميس حتى تمام الساعة 3.8 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 9 أيام في تمام الساعة 9.49 دقيقة صباحا بصير 10 أيام بنسبة الإضاءة بتصير 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 20-1 هي سعيدة بنسبة 70% القمر في الثورة حتى يوم 13-1 منتحس القمر اليوم بنسبة 60% عطارد في الدلو حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 30% المريخ في القاوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوفعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن استقر في بيت المال لإلكم يعني هذا يوم بيحمل معاه فرص أو فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك اليوم أو يكون عندك بعض الارتباطات والالتزامات المالية بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا أهم شيء أنك حاول أنك ما تضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول أنك تناقش بوضوح طبعا الأهم بما أن القمر منتحس انتبه على أموالك من السرقة والضياع والمصريف اللي ما إلها داعي برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة ويعمكم النشاط اليوم القمر موجود عندكم فعشان هيك اليوم تقدروا تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوظ قوية والنتائج حاسمة أهم شيء أنه ما في أي شخص اليوم بيقدر أنه ينافسك حاول أنك تطوي صفحة من الماضي بترتفع عندك المعنويات مجددا وبتكون هاي الفترة فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوظ عالية ولكن الأهم دير بالك من أصبيتك وحديتك لأنه سهل جدا استفزازك اليوم وسهل جدا اليوم تكون شارد الذهن برج الجوزاء طبعا القمر من اليوم لغاية بعد بكرة صباحا القمر ينتقل ويصير عندكم فعشان هيك بدكوا تحاولوا أنكم تمسكوا عصابكم قدر الإمكان لأنه هذا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالك مكانها وبتخيب آمالك لسوء سبب أو لآخر القمر في بيت المتاعب متعب جدا فعشان هيك اليوم لا توقع على عقد ولا تحسن أمر تعتبر هاي الفترة فترة فارغة من الطاقة والحظ فأهم إشي حاول أنك ما تراهن على حضوظك نهائيا برج السرطان طبعا اليوم القمر في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فاليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك وممكن اليوم تحصد على تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بتفرح اليوم بانتصار مهني أو اجتماعي ولكن بسبب نحوسة القمر من حاول يعني حاول تضبط عصابك ما تفرض سلطتك على أصدقائك أو تحاول تتحكم فيهم ممكن يكون في دعوة أو مناسبة برضو نفس الشيء ما تتحسس من أي كلمة أو تصرف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد القمر موجود في بيت السمعة بيتك العاشر فعشان هيك هذا اليوم بيعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو بيحاولوا يغطدوا العلاقة ما بينهم وبين المسؤولين في مجال عملهم فبتحمل هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة أصاعدة وممكن تكون هاي الفترة متوترة أو نعتبرها إحنا في بعض الأوقات يا أسعد أيام على الأسد يا أسوأ أيام على الأسد على حسب أنت كيف تتعامل معها لأنه هذا بيت السمعة فبتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فحاذر من العناد وحاذر المشاعر السلبية وحاول أنك تنجز أعمالك بدون أي مجازفات برج العذراء طبعا القمر في البيت التاسع وهو بيت حليف لإلكم فعشان هيك اليوم بيصلكم خبر يعني بيجيكوا إما من بعيد أو من أشخاص أجانب أو من خارج البلد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتطمئن خواطرك في هاي الفترة وممكن ترغب اليوم بيخود تجربة جديدة عشان هيك بدك تركز بشكل جيد فيها تعتبر هاي الفترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال الماء يعني تعتبر فترة جيدة الأهم الحذر أثناء التنقلات يعني أثناء قيادة السيارة على الطرقات بدك تنتبه إذا في عندك سفر برضو نفس الشيء بدك تفقد أوراقك وأمتعتك بشكل جيد وشوية اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا لأنه زي ما حكينا في الزوايا الفلكية أنه بتسبب تشتت ذهني برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشركة أو تعويض طبعا القمر موجود في البيت الثامن اللي إلو علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك لحالك اللي معك شريك فيها مثل بنك، مثل ميراث، قرد معين، دين، مال الزوج فعشان هيك بدك تنتبه لهاي الأموال بشكل جيد وتحسن التصرف فيها وبرضو اليوم صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية تعتبر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فهو بصير يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بتقدروا اليوم تعززوا من شراكاتكم خصوصا شراكاتكم المالية وشراكاتكم العاطفية وعلاقاتكم مع أزواجكم ولكن الأهم أنه سلبية وجود القمر مقابلك تماما بتولك حافظ على هدوء أعصابك ونبرصوتك بتكون الضغوط كثيرة فعشان هيك يحاذر من تأزيم أي خلافات حاول أنه يكون كلامك واضح تنفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل أنتو اليوم عندكو قدرة عالية على إنجاز كثير من أعمالكم ولكن الأهم أنكو تنظموا جدول غذائكم وتنظموا جدول أعمالكم بشكل جيد عشان الأعمال ما تتراكم ويصير فيه صعوبة في إنجازها وحاولوا من وقت لآخر تأخذوا قسط كافي من الراحة يعني بمعنى ما ترهقش حالك بشكل كبير اليوم بتلحقك الاتصالات وبتكثر المسؤوليات وخصوصا المسؤوليات العائلية والمهنية فحاول أنك تنظم وقتك وحاول أنك ما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أهم شيء أنك ما تشك بنفسك برضو الفترة هاي زي ما حكينا فيها بعض الانشغالات الصحية برج الجدي بترغبوا اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة ودعم لألكم عاطفيا وماليا والحظوظ بتلعب دور كبير معكم واليوم بوسعكم برضو ممارسة نشاط فني أهم شيء أنكم ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي لأنه شوي القمر منتحس أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي حاول أنك اليوم تتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الأجواء اليوم تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية برضو عزز علاقاتك العاطفية مع الأحبة وحاول تعمل نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الأبناء برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بإمكانكم اليوم تعززوا الروابط العائلية حاولوا أنكم تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو بشكل عام هو ضاغط والمسؤوليات كبيرة وممكن اليوم يكون عندك نوع من أنواع الارتباط وهذا الارتباط يكون مهم فما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف المنزلية أو أعطال أو اهتمام بنوع من أنواع التصليحات أو في مناسبة عائلية ضاغطة شوي بتكون عليك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر برج الحوت بالنسبة لمواريد برج الحوت القمر موجود في البيت الثالث وهو بيت حليف وداعم لإلكم فبتمشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات واللي عنده امتحان بس يحاول أنه يستعد ويدرس بشكل جيد ما يعتمد على الحضود فهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار وبتمتعه بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم إشي حاول أنك ما تسكت يعني بمعنى آخر إذا عندك شيء حاب تقنع فيه فاليوم مناسب لهذا الموضوع اسمع صوتك وما تخاف بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير ولكن بسبب نحوسة القمر انتبه أثناء حركتك يعني أثناء الحركة تحرك حركات سريعة بلا شيء تعرض لإصابات وأثناء قيادتك للسيارة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء